موسيقى عاوز ارتاح حاول اختصر لكن مانا شرح وافي حتى اطم النقطة واحدة اني بركز على كراءة الكتاب المقدس بالتشكيل وده تعبني جدا خصوصا في كلمات مش بحر بانطقة ولو عديت عليها اتعب اكتر وافضل عيدها كذا مرة خصوصا ولو كان فيها زي مثلا الناموس وكتبها بالتشكيل يعني دي كلمة بتتعبني جدا في نطقها واخاف لو نطعت غلط يتطبق علي اللي جه في سفر رؤية وان كان احد يحذف من اقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر يا حبيب الطمن كاهنة بتغلط في التشكيل واثقفة بتغلط في التشكيل ورغبان بتغلط في التشكيل وما حدش فينا خريج كلية العلوم للغة العربية يعني 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 احنا بنكتهد وبنحاول ونفتج شوات قواحد نسيناها من زمان فبنغلط في التشكيل وممكن جدا اقول اسم غلط يعني في واحد بيقول لي هو اسمه حجي ولا حجي اقول له انا عارف ان بالعبري حاجي قال لي بس انا سمعتها في وضع لعواع ظلبوني بيقول لي حجي اقول له يا سيدي حجي ولا حجي خد المعنى الروحي وخلص فاللي انت فيه لان انا كده قريت بعناي باقية السؤال ان تعبان من زمان برضو عن صلاة بيحصل معي كده لو جه معنى في دماغي افضل اصلي لحد ما يروح اعيد الجمل لا دي حالة من حالات داخلين كده على حالة من حالات الوسواسة دا وسواس اللي احنا في دا وسواس لا اقرأ ببساطة خالص صلي ببساطة خالص لكن لو تلاقي كلمة في الصلاة تعبتك تروح مكررها عشرين مرة عشان لا دي مصالة كده ربنا احناين بقبل اقل حاجة بس احنا عندنا حتة وسواس حتة حروب تشكيك ممكن جدا تكون محتاج تدخل روحي او تدخل نفسي اشتركوا في القناة